تسعى الدولة من خلال استراتيجية واضحة إلى دعم الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته في هذا الإطار تتخذ الدولة مختلف الإجراءات اللازمة في سبيل دعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة في كل المحافظات طفرة كبيرة في القطاع الصناعي تشهدها مصروف عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يشمل تشجيع الاستثمار في القطاع وتنميته في مختلف المحافظات محافظة بني سويف كان لها نصيب وافر من التنمية في مجالات متنوعة من بينها توطين الصناعات فكان هذا هو الهدف من إنشاء مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بيض العرب شرقياً نيل بتكلفة بلغت 856 مليون جنيها ليكون من أهم الصروح الصناعية لدعم المشروعات ومن المصانع التي تم افتتاحها داخل المجمع مصنع سالم للصناعات الغذائية والمتخصص في تكفيف الفواكه والخضروات دون استخدام أي إضافات أو مواد حافظة خلال عملية التصنيع دي فرصة طبعاً بقت سهلة بالنسبة لنا بعد طرح المجمعات الصناعية ودي فرصة عيلة وفي نفس الوقت برضو في تسهيلات من الدولة كتير من ناحية الدعم وفي نفس الوقت المكان هنا مدعم فيه حاجات كتير في إدارة وفيه في نفس الوقت مكان بنعرف أن احنا قدام ونعرف فيه المنتجات بتاعتنا التطور المستمر في مجال دعم التصنيع المحلي يضمن توفير احتياجات المواطنين بالجودة المطلوبة فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظات وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للدولة